تأنّ وتبكي وتتشنّج باستمرار تضرب بيديها على الأرض وقد تؤذي نفسها ومن حولها الطفلة دعاء علي القاسم تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً من بني مطر تعاني من إعاقة ذهنية ونطقية ومؤخراً أصيبت بإعاقة حركية بسبب ألم شديد في فقارات العمود لديها تجعلها لا تستطيع الوقوف على قدميها لأكثر من دقيقة نحن معانا هذا الطفلة تاعب فيها ضمور في الدماء تتشنّج عليها لما يخرج دم من أنفها ولكفها تتعب عليها فيها الفقرات مكافحة نحن في البلاء حفاظات علاجة يعني ما نستطيعش نفعلها أي شيء البنت تستضي تسمع يعني المشي ما تقدرش تمشي أبزها أكلها يعني تستمعانا تمرين يمشيها واحد يخطيها بس وأكلها نق معاني ما تستطيعش تأكل أي شيء ما بلا نق وفيها ما تقدرش تستمر يعني خيريات ما بلا تسعى لو قاعد تطبق تصيح تضربني يعني مرضى تقذابة تشوفوه تصاب طفلة دعاء في أوقات كثيرة بنوبات وتشنّجات شديدة لا تهدأ إلا بالعلاج الذي انقطع عنها لفترة طويلة وتأتي أسرتها من بني مطر إلى صنعاء لعلاجها وعرضها على الأطباء ما أرهق وضعهم المادي بشكل كبير على مدى خمسة عشر عاما ولم يعد بإمكانهم الاستمرار في علاجها تحتاج علاج بيطلع علاجها أقل شيء بمئة وثلاثين بمئة واربعين شهرياً لا نستضعش والله من الكامير مشتر وواصل يعني شيء واحد مساعد للعلاج حكها كله عسب تتحسن تحتاج علاج تحتاج تمرين تحتاج شيء وحنا في البلاء ما نقدرش نستضع لكن الذي يتكفل بها ويستريف حتى يتلقى نقرفه ندخل نعالجها نمرها نستعب ويتواصل على هذا الأرقام سبعتين خمسة ثلاثة اثنين ثمانية واحد ستة ثمانية والرقم الثاني سبعة ثمانية اثنين واحد اثنين واحد ثمانية صفر تسعة وجزائهم الله ألف خراليف على الخدلة ويجعلها في ميزان حسناتي يا رب تحتاج هذه الطفلة إلى أدوية مدى الحياة وجلسات تأهيل وعلاج طبيعي للتخفيف من حدة حالة النوبات والتشنجات التي تأتيها ووضع أسرتها المادي صعب للغاية فهم حتى لم يتمكنوا من إجراء فحوصات لظهرها لعلاجها من عدم قدرتها على المشي فمن يعين هذه الأسرة في علاج طفلتهم وتوفير ما تحتاجه لتهدأ وتستقر حالتها الصحية الصعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر